اهلا بيكو من جديد ونبدأ اخبارنا من منتخب مصر ويعني انا متفائل النهاردة وانا مش عارف ليه جماعة انا صحي انه متفائل ان شاء الله منتخب مصر النهاردة هيعمل نتيجة واداء ويبسطنا انا متفائل ويرب يطلع التفائل بتاعي صح ونعمل نتيجة جيدة النهاردة قد منتخب مصر يوم الاربع تدريبات تنشطية بمقر اقامته بالعاصمة الكاميرونية وان دي لمدة نصف ساعة بمشاركة جميع اللاعبين فيما واصل محمود حمدي الوينش وكمان ابو الفتوح برنامجهم اللي علاجي ويقدي اللاعبون اللي مشاركوش في مباراة الليلة مشاشاركو في مباراة يعني بعض التمرين كده واجزاء بسيطة من التمرين على ملعب التدريب وكمان طمن كيروش على اللاعبين اللي يكونوا موجودين النهاردة ان شاء الله يكونوا كلهم جاهزين ويكون النهاردة كل اللاعبة في الفورمة وكلهم حاضرين داخل اللقاء من الحاجات الجميلة لنادي ليفر بول كان حريص جدا هو يدعم محمد صلاح ويساند محمد صلاح يعني بكلام جميل جدا 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 طبيعي ليفر بول يهموا ان صلاح يظهر بشكل جاية جدا مع بوراب منتخب مصر التالتة امام السودان النهاردة لا تكون يعني لقاء قوي جدا وصلاح اكيد دايما بيظهر في المواقف القوية والبطولة زي ما احنا عارفين مستمر لحد 6 فبراير فعارفين زي ما ليفر بول متضايق ان الصلاح مش معاهم ولكن لازم يدعموه ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفر بول على تويتر تغريدة جاء فيها الكلام كالتالي نتمنى توفيق للملك المصري محمد صلاح في مباراته اليوم مع الفرعنة في كأس الأمم الأفريقية 20-21 ان شاء الله نتمنى توفيق لصلاح ونتمنى لو يحصد البطولة مع منتخب مصر